لا نوروز في عفرين هذا العام ستغيب مظاهر الاحتفال العامة أو ربما يقتصر أحياء العيد القومي للكرد على احتفالات شكلية بسيطة في القرى المتناثرة كما يرجح أهالي المنطقة التي تشهد في هذه الأثناء الذكرى الأولى لسيطرة فصائل المعارضة عليها يحتفل الكرد في كل نواحي العالم بعيد النوروز المصادف في الحادي والعشرين من شهر آذار في كل عام إذ تروي الأساطير قصة البطل الكردي كاو الحداد الذي انتصر على الملك الظالم بمطرقته وحمل شعلة بيده عدها الكرد رمزا للتحرر من الظلم والعبودية إلا أن كاو الرمز تحطم في ساحة عفرين إبان خروج وحدات حماية الشعب منها وسيطرة فصائل المعارضة عليها قبل عام ليعود الهدوء إلى المدينة تدريجيا وتنفض عنها غبار الحرب وسط محاولات لإعادة إنعاشها اقتصاديا ومعيشيا كسائر مدن وبلدات شمال حلب تضاربت بيانات المجالس المحلية بخصوص إحياء عيد النوروز في عفرين بعد يومين إذ دعت المجالس إلى الاحتفالية في هذا اليوم واعتباره عطلة رسمية قبل أن يسحب بيانها من معرفاتها الرسمية بينما غرد مجلس بلدة مع بطلي منفردا خارج السرب ليمنع الاحتفال ويطالب باستمرار العمل في الدوائر الرسمية وهو ما جاء متسقا مع بيان المجلس الوطني الكردي والذي حذر من استهداف التجمعات العامة مطالبا باقتصار الاحتفاليات على إيقاد النيران وسعى تلفزيون سوريا إلى الوقوف على حقيقة الأمر هل سيسمح بالاحتفال في النوروز أم لا؟ لكن مسؤولين في الشرطة العسكرية والمدنية رفضوا الإدلاء بأي تصريح بينما أكد عضو في المجلس المحلي رفض كشف اسمه أن الاحتفال سيكون ممنوعا عازيا ذلك إلى الوضع الأمني وخوفا من حصول تفجيرات مباغتة في أماكن التجمع التضارب في البيانة قبيل يوم النوروز قوبل باستياء ناشطين وصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ عد بعضهم أن منع الاحتفال يندرج في سياق قمع الحريات وأنه سلوك يشابه إلى حد كبير ما ينتهجه نظام الأسد مع السوريين عموما في حين رأى آخر أن إلغاء نوروز عفرين هو إهانة للثورة السورية وليس للكرد فحسب